مع الثقافة المصرية واللغة المصرية ومن الطبيعي بالنسبة للمصريين أن يقولوا أن لديهم أجداد أتراك وهذا يعانق الثقافة والهوية المصرية التركية التي هي ملهمة جدا وصادقة جدا لقد وجدت هنا في المجتمع المصري وفي الشعب المصري وفي الشعب المصري لقد وجدت أقارب وأبناء عمومة لي وهذا أعطاني المزيد من الإلهام لكي أعمل أكثر وأكثر لقد تحدثت عن هذا في مناسبات مختلفة ولكن هذا أكثر وشان أبهرني هناك دائماً ضراع ممدودة لي وأنا أبادلهم هذا الشعور حين تم تعييني كسافير هنا والتقيت مع كبار المسؤولين فقلت لهم وبدون أي تغطية قلت لهم أنا ذاهب لمصري لأعانقهم أتمنى أن أكون قد حققت ذلك يعني كنت تتطلع أن تكون موجوداً ممثلاً لتركيا في القاهرة حتى قبل أن يحدث هذا القدر من التقارب بالطبع هذا بالطبع هذا شرف بالنسبة لي هذه مهمة وقلت علي من قبل وزير الخارجية سيدها كان فيداً وسيد الرئيس كان لديه شرف أنه تم اختياري وتعييني لهذه المهمة وبالطبع ما جعل هذه المهمة ذات طبيعة خاصة بالنسبة لي هي أنها تختص بلقاء أبناء عمومة وأقارب لي وهذا ما يجعل مصر دولة خاصة بالنسبة لي وأيضاً أتحدث عن ما يمكن أن يكون هناك من فوائد تعود على مصر وتركيا من خلال هذا التقارب وتلك العلاقات الجيدة إذن أنا أعتبر أن أنا نفسي جزء من الأمة المصرية وأنا أعمل من أجل أقاربي وأبناء عمومتي لأنهم قالوا قالوا هذا لي وعطروا عن اقتربهم أستطيع أن أفهم بعض الكلمات وأستطيع أن أتحدث تلقيت بعض التعليم حين كنت صغيراً وتعلنت التكويد وكنت أقرأ القرآن الكريم بالطبع وأستطيع أن أقرأ الحروف العربية إذا ما كان النص مكتوباً بالقرآن الفصحة أستطيع أن أقرأ وأستطيع أن أكتب أيضاً ولكن التحدث العمية لا تغييد العمية ولكن تغييد الفصحة أستطيع أن أفهم الفصحة ولكن العمية تمثل تحدياً بالنسبة لي ولكن أستطيع أن أكون جمهورية وليس جمهورية أقول جمال وليس جمال أنا أعلم أن لك إسهام على مستوى العمل أيضاً الأدبي والفني هناك أحد الأفلام التي قمت بإنتاجها وإعدادها ويترتبط بمساحة مشتركة في العلاقات ربما من خلال شخصية أميرة مصرية لها جذور تركية هل هذا صحيح؟ قدرية صحيح؟ لماذا تم اختيار قدرية تحديداً؟ ويهل؟ من هي قدرية؟ حسناً الأميرة قدرية هي شخصية منسية لديها تاريخ مشترك مصري وتركي وأستطيع أن أقول أن أيضاً لديها شخصية تركية ومصرية عرفت الكثير عنها وعن شخصياتها ومن خلال الكتب التي كتبها الأثاتذة الأستاذ جمال الدين حسين أغلي وهو كان سكرت العام لمنظمة التعاون الإسلامي وولد في الكهرة والتقيت بي في جدة وحين كنت في جدة في عام 2010 سمعت عن كتابه الذي اسمه الأتراك في مصر وتركتهم التقافية وحين تم تعييني في مصر أصبحت أكثر اتمامة بهذا الموضوع وبدأت في تصفح هذا الكتاب ووجدت عن بعض الشيء عن هذه الأميرة وفي أثناء الاحتفال بالخمسمائة بالخارجية التركية كانت هناك العديد من المناسبات والفعاليات أعتقد أن مصر بنجدنا هي أهم دولة بسبب التاريخ والثقافة المشتركة وحتى عام 1914 كان هناك ارتباط بين الخارجية المصرية